معتز موسى الحكومة دخلت في اتفاقيات ستؤدي لانخفاض الدولار كشف رئيس مجلس الوزراء معتز موسى عن دخول الحكومة في اتفاقيات ستظهر نتائجها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وستؤدي لانخفاض الدولار بصورة واضحة واضاف ان السياسات التي اتخذت ادت لانخفاض سعر الدولار في سوق الموازي واضاف موسى خلال لقاء تشاوري مع قادة الاجهزة الاعلامية ورواسي تحرير الصحف بمجلس الوزراء امس السبت ان قمة الحلول لمشكلة النقد ستكون في نهاية فبراير المقبل وتكتمل في مارس نهائيا مع ايمانه بان المال حق لصاحبه وكشف عن ترتيبات واحصات لضبط الجازولين لوسائل النقل المختلفة ستظهر نتائجها خلال ايام قليلة واطمأن المواطنين بان الحلول التي تم وضعها اصبحت قابلة للتنفيذ لافتا الى انها اخذت وقتا وذلك بسبب الفرق بين مدة تشخيص المشكلة وتحديد علاجها وقال ان الحكومة تبذل جهودا لتطبيق هذه السياسات على الواقع والتي افضت الى حل مشكلة البنزين والخبز رئيس الوزراء يتحدث عن اتفاقية من شأنها خفض الدولار في السوق الموازي مع ان معتز موسى لم يفصح عن هذه الاتفاقية توقعاتكم سلمالك خاصة مع الحديث عن ودائع قادمة للبنك المركزي طبعا القضية النغضة الاجنبي وسعر الدولار من القضايا المرهقة جدا بالنسبة للحكومة والمهم ان استقر على السعر معين لماذا؟ احنا اتحدث مثلا ميزانة 2019 الموازن لا بد ان تبنى على سعر الصرف محدد يعني لا تستطيع انك تقدم موازنة سليمة اذا كان سعر الصرف ما معروفكم يعني هال 80 جنيه للدولار 70 75 50 الحركة حركة المد والجزر مضرة للنسبة لسعر الصرف مضرة جدا للاقتصاد السوداني المهم في الموضوع انه سعر الصرف يستقر حتى لو نقول 60 يكون مستقر وبنان عليه الحكومة تقدر تضرب حساباته زي ما بقوله بنان عليه المستثمر نفسه ويقدر يضرب حساباته وكذلك التاجر لكن اي حركة انخفاضا وارتفاعا طبعا بتبقى في لخبطة في قضية الاختصاد ككل في الحركة التجارية ككل وبيحدث ربكة وبعد ذلك لا تسأل عن انه يكون في مستثمر عزيز السمر او عن بضايع تستورد بالعملة الحرة وهكذا لذلك لا بد ان الحكومة تعمل على معالجة استقرار سعر الصرف على مستوى معين يعني حتى لو انخفض السيد معتز موسى بتحدث عن انخفاضه وفقا لتقدير اهلية السوق وهو تحدث عن انه يعني الامر الواقع سيفرز في النهاية اقتراب سعر الدولار في السوق الموازي من سعر الالية او يتطابق تماما وهو تحدث ايضا عنه احيانا بعض المشاكل اللي هي منها تزبز سعر الصرف تحتاج لوقت حتى يثبت واستدل انه في شهر 12 من العام الماضي كان سعر الدولار فعلا قفز غبزات كبيرة خلال شهر واحد لكنه الان تحرك قريب من سعر الالية السوق اللي هو في 55 53 52 56 في هذه الحدود وتوقع بناء على ذلك انه يوالي الانخفاض حتى يثبت على سعر 47.5 للجنيه مقابل الدولار فانا اتمنى ان هذا الامر يحدث ويكون العلاج دعني يا واصل العلاج الموضوع الوداع الوداع الى مدى معين يعني هي ما تستمر معك وحسن تنظيف الوداع نفسه فلذلك قضية الانتاج اللي بتكلم عنها الناس وخاصة في الاشياء الحكومة لديها ميزات تغضيلية فيها يعني البترول مثلا العائدات سريعة جدا من النقدة الاجنبي ولذلك مفترض ان الحكومة تتجه لقضية زيادة الاستكشاف زيادة الانتاج زيادة نسبة الاستخلاص قضية الدهب لا بد من سياسات قوية جدا يعني الان المنتج مية طن تغريبا سودان التاني في القارة الافريقية التاسع على مستوى العالم الانتاج مهم لكن اهم من الانتاج كيفية ان يعود هذا الانتاج الى الخزينة العامة حتى لا يكون الذهب لعنة ووعدين ده برضو مدخل لانه تتساؤل الناس واتهام الحكومة بالفساد واتهام المسؤولين بانه ينهب الذهب ويحول لزواته معنية الخاصة وكذا فلا بد من حكام السياسات التي تجعل ان العائدات من الذهب تدر الى الخزينة العامة الان طبعا الحكومة برضو من الاشياء التي اتجهت لها انها تنتج الذهب كل كمية نحن نتكلم عن هذه انتاج الغطاء الخاص والمعدنين لو كانت مية طن لو كانت القلب من ذلك او اكثر الحكومة ما عندها فيها لكن هي بتحاول تستفيد من عائدات هذه الكميات المصدرة الان هي اتجهت انها تضع يدها على انها تنتج وانكشف الموضوع ايضا فيه الجدل وفيه نوع من النقاش انه هل الحكومة تنتج الذهب بنفسها او تمارس سياسة الرقابة تعني شكالية فقط في الذهب سلماني لا انا افتكر الذهب من الموارد المنظور ومتاحق قدامك وعيدة سريع وهو الحل على المستوى بعيدة انك طبعا قضية الزراعة اللي هو استغراصي على الدولار يعني لو سمح وقت الحلقة انك هو الحاجة تقلل الطلب عليه انت قال الحكومة ما تطلب الدولار كثير لان هي الاكبر الام والمضاربين اكبر الطالبين للدولار صحيح طيب انك بتقلل الطلب على الدولار انك انت الاشياء اللي بتخليك تطلب الدولار تحاول توفيره نبرا واحدة القمح انك بتشتري قمح بفاتير اثنين مليار اثنين مليار اثنين مليار دولار فلو انتجته محليا بعد قللت الطلب الاشكالية في ان زيادة الانتاج نفسها ترتبط بعوامل اخرى كثيرة جدا لان المزارع نفسه يشكو من الضرائب يشكو من كثير سنة طويلة سنة طويلة الحل المهم يعني بالنسبة لسيد معتز موسى انه يضع البلاد على الطريق الصحيح ده المهم يعني الحل طبعا ما يكون بين يوم وليلة صحيح لكن كلما انت وضحت نفسك في الطريق الصحيح كان عندك سياسات صحيحة يتأدي نتائج صحيحة بعد ذلك الصبر على هذه السياسات حتى تأتي نتائج ايجابية بالحديث عن رئيس المزارع معتز موسى وزير المالية دائما ما يتحدث عن جداول زمنية ألا يمكن ان يضعه في محق صحيح بالنسبة انه تحدي يعني وضغط كبير جدا تلتزم بزمن انا افتكر انه ايجابية انه يضع نفسه ويضع الطاقم العامل معه في المحق انه في زمن الحاجة التانية المهمة دائما في الخطط البيتوضع وانحنا نأمر خطط على مستوى كبير على مستوى الدولة وعلى مستوى الحكومة انه لا بد ان الخطط تكون قابلة القياس والتطبيق يعني قابلة تطبق وقابلة تقاس والزمن واحدة من ادوات القياس وانا افتكر انه حتى لو اخفق يعني علي حاله انه ارسى منهج جيد في العمل وبنان عليه بيتم محاكمته ويتبت ويعني بحاكم لكن لو المسؤول ترك الامر هكذا يعني زي الشغل العادي بتاع الناس السوق ان شاء الله حيكون قريب واشيك ده ما منهج علمي الناس بيحتاجوا لمنهج علمي ودي من حسنات السيد معتز موسى اللي حقه تثبت له انه الان ادارته للدولة بحاول انه يدير الامور بصورة علمية ومنهجية وشفاف وواضحة للناس حتى ولو اخفق حتى ولو اخفق انه الان اوضح انه ادارة الجهاز التنفيذي بيكون بنانا على خطط بنانا على الجداول الزمنية بالتالي الناس عارف متى سننجز العمل واذا لم يتم انجز العمل بيكون مساءل ومحاسب على هذا الاخفاق او يتم تقديم التبرير وده منهجنا افتكر ايضا واحدة من الاشياء والشراقات الممتازة اللي بتخلي سهل في حل الازم واي شخص يجي بعد معتز موسى يعني استحيل انه يتراجع عن المنهج السليم بالبساط انه يكون في جداله الزمنية واضحة ومعلومة للناس